يعني الإقامات الثانوية كتير وحالات الرفض كمان كترت تفسير حضرتك من خلال خبرة المكتب الموضوع ده ليه العمليات دي زادت بالشكل ده دلوقتي حاليا دي مشكلة كبيرة جدا 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 احنا بنواجهها وطبعا دي باينا قدامنا كمان برضو بنشوفها من حالات كتيرة بتيجي تعمل عندنا استشارة في المكتب فيه أسباب كتيرة أول حاجة زي ما احنا قلنا من شوية هو إن الشخص ما بيكونش متجهز كويس فبيلغبط بالأقوال كتير جدا بيكون ده ممكن سبب كبير إن هو يرفض عندنا نقطة تانية موجودة بتقرير البلد إن بعض الأماكن في السورية هي مناطق أمان هي مناطق أمان أمان من ناحية إيه مش أمان من ناحية العيشة الدليل على كده إن السوري بييجي بيقول مهما ما بيقول بيحصل على حماية سنة فأقل شيء ولكن هي أمان إن النظام ما يقدرش يدخل وما له السيطرة عليها وما يقدرش يجند الأشخاص فبيعتبروها مناطق أمان النقطة الثالثة إن فيه موضوع البدل دلوقتي لإن أغلب السوريين بيقدموا طلبات لجوء النقطة الأساسية هي الجيش طبعا فيه بسبب اللجوء السياسي ولكن فيه نقطة أساسية الجيش فدلوقتي فيه بدل إنت ممكن تدفع بدل وتعيش في أمان فدي نقطة كمان خلت إن فيه قضاء كتير تبنوا الفكرة قال إيه طيب هو يقدر يرجع بلده ويدفع بدل يعني يدفع بدل بدل جيش بدل جيش يدفع مبلغ مالي وبالتالي بيعفى من الجيش فما فيش خطورة عليه من ناحية النظام أو عملية إن هو يتخذ بالعافية لكن الحالات دي هل هي حالات عامة لإني برضو الواحد بيسمع أن فيه أحيانا بيبقوا أشخاص زي ما قلنا جايين مع بعض الأشخاص دول حالاتهم تقريبا متشابهة وممكن يكونوا عند نفس القاضي وفيه واحد بياخد حماية سنة وفيه واحد بياخد حماية ثلاث سنين تفسير ده إيه يعني مين اللي لغبط ومين اللي قال أو بناء على إمشاء يعني فيه إجراءات معينة أو حاجات قانونية معينة بيمشي عليها المفروض القاضي بدراسة كل حالة ولا الموضوع يعني بيبقى حسب مزاج القاضي طيب خليني نتكلم مرة تاني في الموضوع ده احنا سبق ذكرناه قبل كده بس نتكلم فيه النهاردة باستفادة فيه نقطتين أول حاجة التجهيز تاني نقطة الحظ الحظ بيلعب دور كبير جدا 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 في الإقامات هنا يعني حضرتك بتقول اتنين أصدقاء لأ أنا بقول لك اتنين إخوة إخوة من نفس البيت من نفس المكان من نفس النقطة من كل حاجة والاتنين مطلوبين للجاير واحد أخد سنة والتاني أخد لجوء كامل بس ده قابل عنده موظف وده قابل عنده موظف تاني فخلينا نقول دي الحظ اللي عرف فيها دور طيب أنا دي ما قدرش إن أنا تفداها لأن أنت ممكن حظك يجي عنده موظف يكون كويس فتكون الإقامة سهلة بس اللي لازم أنا أكون جاهزة ليه هو التدريب قبل المقابلة والاستعداد الجيد للأقوال والتجهيز للأسئلة وبعد كده الحظ بيلعب معي دور ترجمة نانسي قنقر